مرحبا من جديد بتطل علينا الماركة التركية الماركة الرائدة بالمجوهرات جزال بمجموعة جديدة متقلقة لحتى تضيف أنوثة لألكن بعد النجاح الكبير اللي حققته ماركة جزال واستحسان العديد من الصبايا وكل اللي عم بتابعنا بعالم التسوق نحن اليوم عم نقدم لكم مجموعة لستار بهذه المجموعة هو حجر البينك وارد طبعا سارة أنا حاب بقول كمان للصبايا اللي عم يتابعونا أنو مجموعة جزال هي مصنعة من الأحجار الكريمة 100% كمان غير هيك هي مرصعة حوالين الأحجار باللي منسميه نحن الألماس الأسود أو أحجار لشواروفيسكي لحنتعرف هلأ على السريع على المجموعة اللي موجودة معنا وشو مقدمت لنا ماركة جزال نحن اليوم عم نقدم لكم مجموعة متكاملة أول شي عنا السنسيل رقم المنتج له 519360 بسبع أحجار كريمة عنا القطعة الثانية هي الحلق رقم المنتج 519380 عنا الخاتم 519370 وعنا السوار 519390 ولكل السبايا اللي بيحبوا يلبسوا كل المجموعة مع بعضها نحن اليوم عم نقدم لكم عرض بسعر تنفسي وسعر كتير منسب لتحصلوا على كل هذه المجموعة رقم المنتج 519395 روح حلق سماح نعرفهم على المجموعة كلها وعالتفاصيل أول قطعة اللي احنا نتعرف عليها السنسيل وأكيد معنا البيوتيفول نيمة موجودة دايما لحتى تفرجينا كيف اطلالة جزال بتكون على البشرة وأيضا على اللوكتع السيدة أول قطعة بنا نتعرف عليها هي السنسيل برجع بذكركم السنسيل اللي موجود معنا هو معمول من 7 أحجار كريمة عم نشوف هايدي الأحجار موزعة على السنسيل بأصات كتير مختلفة الحجر الأساسي اللي موجود معنا هو حجر البينك كواردز اللي معروف انه هو حجر كتير أنثوي وحلو عنا الحجر فوق هو الحجر الأخضر الفوكسايت وعنا هوني حجر اللولو الأبيض وعنا هوني الحجر الكريم أزوريت باللون الأزرع كل الأحجار مثل ما ذكرت سماح إذا منقرب أكتر عليهم منشوف أنه هني كل حجر مرصع حوالي أحجار الشوارفسكي السوداء اللي حنبرمه هون لنشوفها حجر الشوارفسكي الأسود واللي معروف هو بالإلماس الأسود وكمان عنا حجر الشوارفسكي باللون العسلة كيف ما حركنا الحجر؟ كيف ما لفينيها يميل أو شميل؟ عم نشوف اللمعة الحلوة اللي عم تعطينا إياها هايدي الحجرة كمان عم نشوف هوني القصات اللي موجودة يعني ليكي هوني كيف قصة الحجر مختلفة عن مثلا قصة اللولو لأنه كل ياتهم هيدول مشغولين شغل يدوي إذا منروح تفاصيل أكتر على السنسال من فوق منشوف أنه في بساطة كاملة بالسنسال هذه البساطة اللي عم نشوفها هون هي لحتى يكون التركيز كامل على الأحجار الكريمة اللي موجودة تحت كمان في شغلة كتير حلوة لكن كيف ما حركوا يمين أو شميل بتلاقي هيدا اللمعة كتير حلوة تماما مثل لمعة الألمس وأكيد سمح نحنا عم نحكي أنه جزال هي ماركة تركية يعني عم نحكي نحنا على تراث عثماني كل ياتنا ما نحبه ما في صابية حضرة حريم السلطان ما حبيت كل الأميرات اللي موجودين بهيدا المسلسل كمان عم نشوف هون من الخلف عم نحكي أنه هو كله معمول من أحجار كريمة الملمس من هون كتير ناعي يعني هيدا الملمس على البشرة أبدا ما بيدايقنا وكمان ما بيشوق بالسوق من الأحجار أو حتى إذا كان في أي شيء منه طبيعي بتلاقيهم صار عندهم حساسية وما بدروا يحطوا الناكلس صح ولكن هون كل ياته معمول بنعومي ومطلئ بالذهب لحتى نحنا نعطي الجودة العالية وما في شيء بيعلق كمان بتيابنا كمان عم نشوف هون السنسال اللي موجود معنا أديه هيك معمول من أحجار كريمة ليت أديه حلو على نيل مطالع السنسال طبعا أنا كمان سارة حضيف شغلة كتير حلوة للصبايا اللي عم يتابعونا أنا عمدي أحكي عن علم الطاقة طبع الأحجار طبعا الحجر الأساسي الموجود معنا هو بينك كوارتز هو يعتبر حجر الحب والرومانسية يعني عنجاد يعني هذا بيجيب لك الحب بيخليك أكتر رومانسية اللي بيقامنوا بالطاقة وأنا يعني من الأشخاص اللي بحب هاي الأشياء كمان في الحجر الأخضر الموجود معنا هو فوكسايت هو يعتبر حجر الصحة والشفاء يعني في أشخاص بيشتروا هيدا الحجر الخصوصي بيحطوه بالبيت عندهم لم يدخلهم المرض ويضلوا دائما بصحة ومنزلهم بعافية فكيف إذا أنت عم تحطيه برائبتك فهذا حيعطيك طاقة كلها صحة وعافية كمان اللولو الموجود معنا أديه أنثوي أديه صبايا بيحبوا يحطوه وعمل كتير يعني انسجام مع باقي الألوان الموجودة معنا أيضا اللون الفيروزي أو الأزرق كمان بيعطيه هيك نوع من النقاء كمان بيعكس على صبايا أو صبية اللي حتى هايدي المجموعة يعني عم نشوف سنسيل متكامل بقلبه سبع أحجار كريمة معمولة بفينشينج عالي الجودي لأنه كلياته مجغول يدويا كلياته مطلي بالذهب وأيضا بجودي جدا عالي ونحن سبق وعرضنا عليكم منتجات كتير من جزال لأت نجاح كتير حلو رقم المنتج لسنسيل 519360 لحنا نتعرف على القطعة الثانية موجودة معنا واللي هي السوار السوار أنا هحكي عنه هلأ سارة السوار كتير حلو ومميز مثل ما حكيتي الحجر الأساسي الموجود معنا اللي هو البيينك كوارتس مثل منا شايفين هو حجر حلو ومميز حتى قطعته كشكله مبين حجر طبيعي يعني مأخوذ مثل منه هو منه محفوف ولا سير له أي شي مثل ما نكشايفه أكتر أنه مرصع حوالي بالألماس الأسود اللي هو أحجار لشوار وفيسكي اللي مثل ما ذكرتي أنت ببداية الحلقة أيضا الحجر الأخضر الموجود معنا هون كمان طريقته مختلف شوي هو حجمه أصغر شوي منشان يعكس أديه هو صناعة يدوية منه مستخدم في أي آلة ليكون نفس القطعة أو بنفس المأس شوفي أديه حلو على بشرتها لنيلمة عاكس حتى غير اللون لما يكون محطوطة على السيت لأنه بيختلف البشرة بتعكس الألوان مختلفة أيضا مرصع بحوالي بالألماس الأسود وعاطي إطلالة كتير حلوة حتى شوفي لمعته إذا بتاخذ الكاميرا كيف ما لفينا مثل ما شفتي أنت مع العقد بيلمع أنا كمان بدي أحكي عن هون الأسوارة نفسة هي مثل ما قلتي مطلية بالذهب هي فضة مطلية بالذهب من شان ما تعمل أي حساسية حتى نقشتها هي لحالة عم تلمع كمان من وراء مثل ما ذكرتي أنت المحطوط فيه من وراء هو الدهب ما بيتحسس ما بيعلق مع أي شيء ما بيحسس لك الجلد تبعك بالعكس شكله كتير حلو مثل ما ذكرتي بذكرنا بجمال سيدات وسلطانات حريم السلطان ويعني نحن نفسنا اليوم حطينه مفرحانين أنه حطين منه شكله كتير حلو حلو كمان لأنه نحن عم نقول أنه أحجار كريمة وعم نقول أنه شغل يدوي لو منلاحظ أنه مثلا إذا منشوف السنسالة علي ممكن نلاحظ أنه اللون البينك كواردز يمكن يجي أقوى شوي على السنسالة اللي موجود قدامي يمكن يكون أفتح على نيل ما غير لأنه مثل ما ذكرت سماح بياختوا الحجرة مثل ما هي بيقصوها وبيحطوها بالقالب فكيف ما إشت القصة وأي درجة من البينك كواردز طلعت فبتختلف يعني كل سيدة بتلبس هذه القطعة بتحس حالها مميزة عن السيدة الثانية رقم المنتج لا السوار هو 519390 لح أحكيكم شوي هلأ على حكية سماحة على عالم الأحجار ولكن كمان إذا بدنا نروح شوي على عالم الموضة عم نلاقي كمان أنه اللون الزهري هو كتير كتير هلأ على الموضة وهو يعتبر اللون لعام 2014 واللي بيميز مجموعة جزال معنا أنه هي كتير كتير جاية مع الموسم بألوان كتير الهادية الألوان الباستال هي كتير هلأ على الموضة وعم نشوف هيدا بالمجموعة كتير من عروض الأزياء لماركات عالمية مثل فالنتينو كريستيان ديور فرزاتشي كل هيدول استخدموا اللون الزهر استخدموا يا أما لحاله يا أما مثل ما ذكرتي ديورجينو مع ألوان تانية حتى نيل ما مثل منك شايفي بستيل بيربل يعني عاكس لون كتير حلو سواء حتى صيفي سواء حتى شتوي مدخلين هيدا اللون بالكوليكشن الجديد عاكس جمالية بعدين ما في ست أنا مأكدة أنه ما بتحب اللون البينك أكيد نحنا من نحن وضغط البنت معروفة باللون البينك لأنه هيدا اللون هو عن جد كتير أنثوي مثل ما ذكرت العديد من الديزاينرز عم يستخدموا هيدا اللون إذا انتو بتضيفوا اللون الزهر مثلا مثل ما أنتو شايفين أنا لابسته على لون فاتح نيل ما لابسته على لون أغمى سماح لابسته على ألوان تاني كل ما بتضيفوا ألوان على اللون الزهري بيكون اللوك تيكون بالعكس بيبين أكتر وبيكون هيك مثير أكتر إذن السنسيل رقم المنتج لإلو 519360 أما البريسليد أو السوار 519360 لح أترك لكم الفرصة تتصلوا فينا على الأرقام لمبيني قدامكم على الشاشة يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني رجعنا معكم مرة تانية لكل الصبايا اللي كانوا عم يتابعونا من أول الفقرة وفقرتنا اليوم عم نكمل تقديم مجموعة جوزيل اللي هي مجموعة بتقدم لكم الأحجار الكريمة 100% واللي مرصعة بالألماس الأسود أو أحجار لشوار وفيسكي هلأ حنتابع مع سارة مش هنتكمل لنا السر اتعرفنا ببداية الفقرة على السلسال وكمان على السوار هلأ بدنا نروح على الحلق اللي أنا لقيته كتير مميز رقم المنتج للحلق هو 519380 اللي بيميز هيدا الحلق أكيد الستار معنا اليوم واللي هو حجر البينك وارد اللي عم نشوفه اللي هو معروف بالحجر الحب وكمان هو مرصع دير مندار بالشوارفسكي مثل ما ذكرتي بالشوارفسكي الكريسال الأسود اللي معروف هو بالألماس الأسود وكمان عم نشوف الديتيز اللي موجودة هون سمح كيف ما حركنا السلسال يمين أو الشمال نشوف هيدا اللمعة الكتير حلوة اللي كل سيدة بتبحث عليها إذا كانت لبسة في استان سهرة بتحب أنه هيك إطلالتها تضوي وكمان إذا هيك لبسة شميز أبيض أو هيك لوك كتير عادي كمان بتحب هيدا الإطلالة إنه هيدا الحلق خلص كأنه لبسة تياب جديدة أو غيرت هو كمان مطلي بالذهب عم نشوف قد الإطلاق بيساعدنا لحتى تكون جودة جدا عالية ويضل معنا لوقتي كتير طويل إذا بدنا نشوف كمان الحلق من وراء هو الحلق موجود معنا ستدد أو فيه هكي مثل برغي هيدا بيساعدنا لما بيكون الحلق عندنا طويل بيساعد أن يكون راحة أكتر لأسيدي أثناء ارتدائه وبيضلوا هكي ويركز على الأدن مثل ما عم نشوف مع نيلما أنه بيضلوا هكي على الدينة بلوك كتير حلو ما بيتحرك هكي يمين والشمال بالعكس إنسيابيه بتقول حلوي وحتى بدي إليك سارة أنه أنا الحلق حاططه ومنه تقيل أبدا يعني لأ يمكن تشوفيه أنه تقولي حجمه كبير ويمكن يكون تقيل أو بداية لأنه نمتعرف أحيانا السيدة بنص السهرة بتشيل الحلق لأنه بتجع عائدنا بس أنا حاططه وعلى جد خفيف كأني مني حاطة أبدا شي أنا أكتر شي حاببته أنه مثل ما عم بتشوفي سماح كل حجرة موجودة معنا لأنه هو شغل يدوي مية بالمية كل حجرة مختلفة 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 وأكيد اللون الزهري اللي موجود فيها بيختلف من قطعة للتانية هيدا قدية بيضيف تميز للقطع اللي عم نشوفها معنا شكل الحلق اللي عم نشوفه هو شكل اللي يطلق عليه الدمعة أو التير دروب بنشوفه بكل المجوهرات التير دروب ما بيغيب أبدا عن المودة أو عن عالم المجوهرات دايما منشوفه بالإلماس دايما منشوفه بالدهب دايما هلأ عم نشوفه بالأحجار الكريمة وهيدا التير دروب بيلبق مع كافة الوجوه سواء كان وجيك بيضاوي سواء كان مدور سواء كان الهارد شيب أو شكل القلب شو ما كان الوجه فهو بيلبق لأنه بينزل مثل الدمعة فبيعطي إطلالة كتير حلوة اللون الزهري أو الحجر البينك واردز نرجع منذكركم بعالم المجوهرات هو معروف عنه أنه هو حجر الحب يعني حجر الأنوثي الجمال وأيضا الإطلالة البسيطة ولكن بنفس الوقت الكتير أنيقة رقم المنتج لا الحلق برجع بذكركم 519380 عم نشوف اللون الزهري مثل ما ذكرت سماح ببداية الحلقة أنه هو موجود بكل عروض الأزياء كل الديزاينرز هلأ عم يستخدموا وحلو أنه ندمجوا مع الشيطة أنا كتير حابة أنه أنت لبثي في السطان ما له كتير علاقة باللون الزهري ولكن عاكس شوفي حتى أنا هلأ بدي أحكي لأنه أوردي عن الخاتم شوفي الخاتم قدي عاكس على بشرتي مختلف على بشرتك مختلف على بشرة نينما لأنه ليك قدي حلو وأنا أساساً بحب اللون البينك إنتي بتاعك من نقطة ضعفة فيه بس حتى مثل ما قلتي اللون مختلف لأنه قطعت الحجرة نفسها تختلف حتى كل لون مختلف لأنه أنا هيك كرمال هيك أنا اليوم هدخل ورعرف للمشاهدين عن الخاتم الموجود معنا مثل منك شايفي الخاتم كمان قطعته مختلفة وقريبة شوي على الحلق بشكل اللوز هلأ أنا حورجي اللون شايف اللون قدي مختلف مختلف تماماً عن اللون الحلق وبتحسي كمان سماح إذا هيك منبل وبتحسي فيها موجات يعني جاي الزهر زهر أغمى حتى على بيجي شوي أحياناً بيعكس كمان ما مننسى مرة تانية نذكر عن المرصع بالألماس الأسود أو أحجار الشواروفيسكي كمان من وراء شوفي مثلي بالذهب أكيد نبين هون على الكاميرا قدي واضح أنه هو مثلي بالذهب من وراء كمان مثل الحلق ومثل السنسال الموجود معنا من وراء كمان مشان فيه سيدات بيتحسسوا حتى من الخواتم وهو مثلي بالذهب فما بيعمل أي حساسية جودة عالية بيضل معنا لفترة طويلة بيحافظ على لونه ويعني حتى اللي كل حلو أنه السيدة فيها ما تاخد السيد كله وتاخد كل قطعة لوحدة وبيطلع حلو يعني لو أخطوا اليوم أنا نبست بس خاتم بيكفي أنه يعطي إطلالة عتيابنة كتير حلوة وبيعكس هيك مثل ما قلنا ونسويه بيعطي هيك رومانسية ستلي بتحطها بتحسسيها كتير رومانسية وكتير هيك هادية والحلو كمان أنه نحنا فينا الحلق أو الخاتم فيه روح معنا للوك يكون بالنهار حتى السيوار فينا نلبسه بيه خلال النهار ما نفتكر أبدا إذا أحجار كريمة أو مرصعة بيه أحجار الكريستال الشوارفسكي أنه ممكن تكون الإطلالي بس للسهرة لا نجمع القطع مع بعضها أو نرتدي كل قطعة لحالها السيدي اللي بتحب اللون الزهر هي سيدي معروفة عنها أنه تكون كتير نعمة كتير أنثوية وأيضا هيك كلها عفوية فهيدا اللون هو لكل سيدي هلأ عم بتتابعنا لحتى تحس حالها أكيد في عندها هيك connection أكتر أو ارتباط أكتر بالأحجار رقم الخاتم اللي موجود معنا 519370 برجع بذكركم هيدا المجموعة هي مقدمة لكم من ماركة تركية كوزال اللي عم بتلاقي استحساني العديد منكم لهيدا السبب نحنا دايما عم نقدم لكم إذا بدنا نقول top sellers stones بهيدا الماركة أو أفضل الأحجار مبيعا واللي هو pink aquards نحنا عنا اللي حذكرون على السريع تعرفنا على السنسال ببداية الحلقة 519360 أما القطع التاني فهو الحلق 519360 80 عنا السوار 519390 وعنا الخاتم 519370 فر برجع بذكركم الخاتم بتقدروا أنتو تضيقوه وتوسعوه مثل ما بدكن وفيكن تحصلوا على كل المجموعة مع بعضا وتحصلوا على الإطلال الحلوي اللي ممكن تكون مناسبة لسهرة لعيد لعرس رقم المنتج 519395 إذن سارة لهون بتخلص فقرتنا أنا بتشكركم تابعونا دائما أنا وسارة بفقرات جديدة من عالم التسوى أعجبكم المنتج اضغط على إضافة في السلة موسيقى